السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احد الاخوة سألني سؤال وهو لو انا عندي مجموعة ارقام وعايز اقسمها كلها على نفس الرقم او اضربها في نفس الرقم اعملها ازاي؟ طيب خلينا نفتح شيت اقول له اعمل شيء جديد وهقول له مثلا انا عندي رقم هوت ورقم اهو ورقم اهو وعايز الارقام دي كلها اقسمها على السبعة لا وعيز السبعة طيب هاجي هنا اقول له يستاوي وقول له الرقم دوت على السبعة الرقم ده طيب انا اريد كل الارقام ديت اسمها على الرقم ده فلما هاجي هنا واصحب اللي هيحصل جاب لعلامة غلط لانه هو بيأسم الرقم ده على السفر عندما تيجي بصي على الخلايا بيقول لي اي تو على بي تو فهنا بيأسمع السفر لا اريد ان اريد كلهم يأسموا على الرقم ده تمام فانا هعمل ايه هاجي هنا ودوس مرتين واختار خليها اللي انا عايز ثبتها اللي هي بي واحد تمام اللي هي اللي هي هنا ديت يعني كل دول هيتغيروا لما اسحب مع هذا الرقم ده ودوس افا اربعة عامل هالي ايه علامة دولار بي علامة دولار واحد ودوس انتر وبعد كده ااجي هنا واسحب اللي هم كلهم اتكتب طيب لو انا دلوقتي برضو بالمرة عندي كزا رقم وعايز احطهم كلهم في خلية واحدة يعني مثلا عندي كزا رقم وعندي مثلا حروف تمام فيه ارقام ودوال كتيرة ممكن تعمل الموضوع دوت هقول له يساوي وبعد كده هروح دايس على دوت وبعد كده اقول له علامة واه اللي هي شفت مع السبعة وبعد كده دوت وبعد كده شفت مع سبعة وبعد كده اللي بعديها شفت مع سبعة وبعد كده الرقم شفت مع سبعة وراح دايس انتر عمل ايه بدأ يجمع طب لو انا عايز اخلي في مسافات بينهم هدوس هنا وابدأ هنا انا علامة واه هقول له علامة واه تاني وراح في النص هنا بين كوسين ممكن بقى اقول له يساوي يساوي اه شرطة لفوق شرطة لتحت حبة فوق حبة تحت انتر تكزب بالترا ديه تمام فهي الموضوع بسيط يساوي وعلامة واه شفت سبعة تقدر تحط الحاجات مع بعض ممكن يكون عندك كزا رقم كزا 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 كلمة تقدر تحطهم كلهم في خلية واحدة وده بيفيدني جدا في شغلي ممكن مثلا يكون عندي اسم اللوحة مقامة كزا مقطع في كل مقطع فيهم حطوا في صف وابدأ اجمعهم في المكان اللي نعمل